الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من علاقة الكائنات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرنا الجمادات والنباتات والحيوانات فنذكر الآن من عالم المكلفين من العالمين عالم الجن والجن كما نعلم أنهم من عالم الأصل فيه أنهم ناريين شياطين والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه والكل ابن آدم إذا ولد كان له قرين من الشياطين من الجن دواما هكذا معه يوسوس له بالسوء إلا أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصيات في صلته حتى مع هذا العالم الذي غلب على كثير منهم بل غلب عليهم الظلمانية والنارية والسوء إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل بني آدم قرين من الجن أو قرين من الشياطين يوسوس له قالوا وأنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم قالوا فكانت هذه خصوصية للنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا إشارة عظيمة أن القرب من ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان الذي يقترب على ظلمة فإن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيح عنه هذه الظلمات مهما غلبت ومهما كثفت وكثرت ومن أخبار صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى كما سخر الجن لسليمان تسخير أي أنهم وإن كانوا في كفرهم إلا أنهم كانوا مسخرين يخدمونه رغما عن أنوفهم إلا أن سيدنا محمد جاءه الجن مطاوعين مؤمنين مسلمين وقالوا كما أخبر الحق سبحانه وتعالى لما نادوا قومهم قالوا أجيبوا داعي الله فسموا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بداعي الله وراحوا ينادون قومهم أن يجيبوا داعي الله وقالوا إنا آمنا بربنا ولن نشرك بربنا أحدا فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو مع الصحابة قال ليقم معي أحدكم ولا يقم إلا من ليس في قلبه غش درة من غش قال فقمت يعني ابن مسعود وكان دائما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل نعاله وسواكه فكان خادما لرسول الله فقال فخرجت قال فخط لي بالليل رسول الله خط لي خطا وقال لي قم ها هنا حتى أعود ثم ذهب فرأيت أسودة يعني يرى مثل الخيالات هكذا وإذا يجتمعون عليه صلى الله عليه وآله وسلم وبن مسعود يتفقد ذلك عن بعد وهو واقف في مكانه قال فسمر معهم وجاءني قرب الفجر فجاءه صلى الله عليه وسلم على الفجر فوجد ابن مسعود واقف في مكانه قال ما لك قائم هنا قال أنت قلت لي قم حتى أرجع إليك فبقي ابن مسعود واقف طول الليل لكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولوا فقلت يا رسول الله ما هؤلاء قال هؤلاء جن نصيبين جاءوا من جهة الشمال قال جاءوني يستثتونني في أمر وقد دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى فأخبر ابن مسعود عن شيء من شأنهم قال فطلبوا أن أجعل لهم شيئا يعني يجعل لهم من الغذاء الذي يقتاتون قال فقلت لهم الروث والعظام فما من روثة إلا وتكون لكم تمر وما من عظم إلا ويكسوه الله سبحانه وتعالى لكم لحمة فصار هذا غذاء لمؤمني الجن ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فلما كنا هكذا إذ أقبل إثنان فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمهم في الصلاة رغبة من أن يكون لهم صلة بهذا النبي قالوا فصفهم صلى الله عليه وسلم صفوف وصلى وصلى ابن مسعود معه وصلى معه مؤمنو هؤلاء الجن وبقي لهؤلاء الجن المؤمنين أخبار أحوال موجودة في كتب السير وفي كتب الدلائل مثل البيهق وغيره الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين بقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن بعض أهل العلم يذكرون روايات لمن رأى بعض الصحابة من الجن وقد عاش مئات السنوات بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الحبيب الذي آمن به الجن وأحبوه وتعلقوا به لا شك أنه سيد الثقلين ورحمة الله للعالمين عليه أفضل الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ناصيبا وآفرا من حبه واتباعه والاهتداء به ونتكلم إن شاء الله تعالى عن الصنف الذي بعده من أخبار الملائكة إن شاء الله من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات